السلام عليكم الحكومة المصريات الجديدة تؤدي اليمين بعد العيد اعلن مصدر حكومي مصري انه من المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة في مصر اليمين دستوريات عقب العودة من اجازة عيد الاضحى المبارك نخب من المتخصصين وكشفت مصادر مصريات في تصريحات للعربيانت ان الحكومة الجديدة ستضم نخب من المتخصصين واصحاب الخبرات والكفاءات من اساتذة ورؤساء الجامعات كما اضافت ان المشاورات لتشكيل الحكومة ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد واضافت انه لم يتم ابلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم فيما يدرس مجلس الوزراء امكانية اداء اليمين دستوريات للوزراء امام رئيس عبدان الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة الرئاسة المصرية تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات واشارت الى ان هناك توجها لتعين نائب او اكثر لرئيس الوزراء فيما يجري التشاور حول انشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة والاخرى للاقتصاد مضيف ان التغيير سيشمل ما بين 16 الى 18 وزيرا كذلك سيتم الاعلان عن حركة المحافظين عاقب الاعلان عن الحكومة الجديدة بساعات برئاسة مصطفى مدبولي يشار الى ان رئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان كليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وقالت المصادر انه سيجري فك احدى الوزارة وتحويلها لوزارتين منفصلتين مضيف انه من المراجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الاهلي تنموي واطنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي كما جرى ترشيح اربعة من اعضاء مجلس النواب لمناصب وزاريات في الحكومة الجديدة منهم اثنين من رؤساء لجان البرلمانية وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم اشتركوا في القناة